اشتركوا في القناة دراسي إن شاء الله موفق للجميع خلينا ننطلع على إن شاء الله تفاصيل كثيرة عن جامعة كربلا بالتحديد مع زمينا أمير عرب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله صباحكم بكل خير زمينا أمير السلام عليكم زميلات أسعد الله صباحكم وأهلا بكم وبجميع مشاهدي قناة كربلا الفضائية الله يبارك بكم أمير أنت اليوم متواجد في الصرح الجامعي الكبير اللي تعتبر جامعة كربلا هي الجامعة الأم في محافظة كربلا المقدسة لذلك نحب أن تطلعنا على عملها وكذلك عن أقسامها وعن تعاونها مع الجامعات الأخرى سواء جامعات أهلية أو جامعات تابعة للعتبات المقدسة فإن شاء الله سنترك الحديث والجوء لكم نعم زميلاتي تكلمتم كثيرا عن الطاقة الإيجابية طبعا صباح جميل بنكها مميزة هنا في جامعة كربلا بين أروقتها بين حدائقها الجميلة الخضراء التي نتواجد بها حاليا طاقة إيجابية كبيرة وجو جامعي جميل تتميز به جامعة كربلا طبعا هذه الجامعة هي الجامعة الأم في كربلا الجامعة الحكومية اليوم هو أول أيام يعني مباشرة طلاب المرحلة الأولى بالنسبة لطلاب المراحل المتبقية فهم يعني مستمرين بالدوام هناك استعدادات كبيرة وجدية لاستقبال طلبة المرحلة الأولى من قبل جامعة كربلا وكذلك الطواقم التدريسية هنا ونتحدث أكثر حول الاستعدادات التي أجرتها الجامعة وكذلك استقبال الطلبة والتسجيل ينضم معي رئيس جامعة كربلا الدكتور باسم السعيدي ليحدثنا أكثر حول الاستعدادات وحول التسجيل وباقي أمور الجامعة أهلا بك دكتور ومبارك لكم وانطلاق عامكم الدراسي الجديد الله يحفظكم إن شاء الله رحمة الله وادك إن شاء الله يعني عام بكل التوفيق والنجاح طلبتنا الأعزاء وإن شاء الله يكون عام مميز خصوصاً إحنا شيئاً فشيئاً انتقلنا من مرحلة الدوام الإلكتروني إلى الدوام الحضوري أكيد طلاب المرحلة الأولى رح يشوفون الفرق ما بين الدراسة الإعدادية والجامعة جامعة بها حياة مختلفة الحياة الجامعية مثل تكرر هي مرة وحدة بالحياة وإن شاء الله رح تكون جامعة كربلا تستقبلهم بشكل يعني خلين نقول أخوي وأبوي واجتماعي مميز لهذا العام نعم دكتور اليوم نتكلم عن استقبال الطلبة الجدود المرحلة الأولى وكذلك المرحلة المتبقية الذين هم يعني ما زالوا مستمرين بالدوام ما هي الاستعدادات لجامعة كربلا لاستقبال الطلبة على مستوى البنى التحتية على مستوى القاعات الدراسية المختبرات وكذلك يعني هاي المساحات الخضراء اللي احنا دا نشوفها هي مساحات خضراء تبعث يعني الطاقة الإيجابية تبعث الروح الجميلة للطلبة نعم احنا بالنسبة مثل ما تعرفون كوزارة تعليم عالي يعني ويا المخرجات مال وزارة التربية فعدد الطلبة جدا كبير مقارنة ويا خطة القبول أكيد يعني خطة القبول تجينا في كثير من الكليات والخصوص عليها أقبال من قبل الطلبة جاوزت خطة القبول اللي موجودة بنسبة أكثر من 40% إلى 50% قدرنا أنه يعني نوزع ساعات المحاضرات خلال اليوم الواحد يعني بأوقات مختلفة كذلك قرار من الوزارة بمد الدوام إلى ساعات العصر يعني مثل قبل بثنتين ونوص ممكن تنتهي المحاضرات واستثمار يوم السبت كذلك للجداول والمحاضرات السبوعية لطلب الأعزاء فبهذه الطريقة قدرنا نستوعب العدد اللي موجود مثل ما نعرف أنه كثير من المباني الخاصة من الجامعة حاليا قيد الإنشاء وقسم من عدها بعد ما ما مباشرين بها حقيقة ننتظر على الموازنة لكن البنى التحتية مثل ما دا شاهد حضرتك يعني حاولنا نزيد من المساحات الخضراء اللي الطالب يقدر يستثمرها بتواجده فراغه وتكون يعني تواجد يعني خنقول من خلال هذه المساحات لغرض مشاركة مع زملائه في لقاءات في مبادرات في كثير من الفعاليات الممكن يقومون بها في خلال هذا الوقت دكتور اليوم هو انطلاق يعني مرحلة دراسية جديدة لطلبة المراحل الأولى يعني من بعد دوام المراحل الأولى اليوم نتكلم عن التسجيل هل انتهت فترة التسجيل هم هناك يعني تمديد لهذه الفترة كأن هناك مثلا مريض أو مسافر وما تسنى إلى التسجيل هل هناك استثناءات بهذا الموضوع هو موضوع التسجيل مثل ما نعرف هي سبوعين يعني من خلال يعني تاريخ الإعلان القبول المركزي سبوعا تكون هي الفترة الخاصة بتسجيل الطلبة المرحلة الأولى احنا هاليوم رح نباشر بالمحاضرات خل نقول الإرشادية والتوجيهية لطلبة المرحلة الأولى كل طالب رح يعرف الجدول مالته رح يعرف الدروس مالته رح يعرف الأساتذة مالته يندل القاعات اللي موجودة ومن خلال هاي بدي شيء فشيء ياخذ محاضرات الطلبة اللي يسربه وحنا عدنا يعني أحصائية نتدري مثل ما تعرف احنا كثير من الطلبة ينتظرون مثلا الموازي الموازي اليوم أمس هو علنة الوزارة كذلك عدنا القسم من عدهم يروح للجامعات الأهلية فأكيد يعني مو كل الطلاب خصوصا المعدلات العالية ما رح يلتحقون بالكليات اللي طلعت لهم بالقبول الصباحي بس أكو كليات يعني اكتملت بها هو رغبة الطالب بها مثلا كلية الطب كلية الطب الأسنان كلية الصيدلة الهندسة بقسامها بالنسبة للفروعة التطبيقي لن تدري التطبيقي هو يكون اختصاص الهندسة فقط راح يكون موجود فيعني بس الطلاب اللي مثلا متأخرين هكيد راح ندرس ظروفهم معينة يعني بس والطالب أسبوعا أعتقد كافية يعني أنه يراجع من خلالها الجامعة وسبوعا عمل نحن نعتبرها وسبوعا يعني من ضمنها العطل دكتور هل هناك حصائيات بعداد الطلب المسجنين في المراحل الأولى؟ أنا عندي نسب يعني اتجاوزت بعض الكليات النسب مية بالمية يعني مثل ما قلت لك الكليات اللي هو الطالب جاي ويعني ووهسب هذا الموضوع كملة الخطة مية بالمية أما الكليات الأخرى لا بقت يعني مثلا ينتظرون الطلاب الموازي ينتظرون فأكو قسم 80 بالمية أكو قسم 90 بالمية أكو قسم 70 بالمية وأكو طلاب يعني يطلع لقبول صباحي بس هو أصلا ما راح يكون يلتحق خصوصا كليات مثلا العلوم في الجانب الأحيائي معدلات عالية 95 و90 الطالب أعتقد يروح باتجاه الجامعات الأهلية لأنه يرغب في المجموعة الطبية دكتور نتكلم عن الدراسة المسائية هل يكتمل التسجيل فيها؟ هل هناك تخفيضات لبعض الشرائح في المجتمع؟ أحنا التسجيل بالنسبة للقسم من الكليات أكملت الخطة يعني أكملت الخطة علننا الأسماء وباشرة الطلبة بالإكمال أوراق التسجيل ولغرض أيضا الالتحاق مع المرحلة الأولى بس قسم من الكليات اللي ما اكتملت الخطة فتحنا بها يومين أو ثلاثة يكون لإغرض إكمال الخطة بالنسبة للتخفيضات هي أكولوجان عندنا مختصة بالكليات نسبة تخفيض معينة حسب التعليمات تدرس حالة الطالب حسب الأوراق اللي يقدمها أكو طلاب أو عوائل متعففة أمكانية إجراء تخفيض لهم بنسبة معينة حسب التعليمات نعم دكتور خلنا نتكلم بشكل عام عن عدد الكليات المتواجدة في جامعة كربلا نحن جامعة كربلا حاليا فيها 17 كلية ابتداء من كلية الطب وكلية الطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية والهندسة والعلوم والعلوم الحاسوب والزراعة والطب البيطري والتربية الرياضية والقانون والتربية للعلوم الإنسانية والتربية للعلوم الصرفة والعلوم الإسلامية وكلية العلوم السياحية وكلية القانون نعم دكتور اليوم نتكلم عن دكتور باسم هو بكل النشاطات المتواجدة في العتبة الحسينية هو موجود في جميع الندوات في جميع المؤتمرات التي تقام في جامعات العتبة الحسينية هو موجود ما مدى التعاون بين جامعة كربلا وجامعات العتبة الحسينية أكيد نتعاون مع كل الجامعات سواء بالعتبة الحسينية أو العتبة العباسية نحن يوم الجمعة كان لدينا حفل تخرج للطالبات في العتبة العباسية لكل جامعات العراق كنا موجودين فهذه النشاطات هي تكملة مثل ما تعرفنا الجامعات في العتبات نرى مستوى الخدمة التي تقدمها للطالب ومستوى التفاصيل الموجودة أعتقد كأكاديمي نفس الوقت كمهندس نرى من حيث دراسة الجدوى ومبالغ المصروفة ومبالغ لسددها الطالب أعتقد ما سدد المبالغ الموجودة ففرصة طلبتنا سواء داخل كربلاء أو خارج كربلاء لاستثمارها ووجود فيه اختصاصات قدمين قبل بيها في الحكومة كذلك بالنسبة لنا نتعاون بكل الجامعات الأهلية مثل ما تعرف محافظة كربلاء بيها أكثر من عشر كليات وجامعات أهلية يعني تأتي بعد محافظة بغداد في عدد الكليات وجامعات الأهلية فنعتبر الطالب طالبنا سواء بالحكومة أو بالأهل لأنه خلاصة الجهد مالته ودراسة راح يعمل في المجتمع فنحن واجبنا أن نتعاون علميا وأكاديميا وبهذا الموضوع وإداريا نحن كثير عندنا من الأساتذة معارين للكليات والجامعات الأهلية في سبيل أن يدرسون ويقدمون خدماتهم إلى الجامعات والكليات لغرض الحصول على مستوى علمي وأكاديمي ناضج بالنسبة للخريج في محافظة كربلاء من أجل تقديم خدمات في مجال العمل نعم زمين أمير أحسنتم؟ بالمستوى المطلوب نعم زمين أمير أحسنتم؟ كانت معلومات وافية وإن شاء الله بها التوفيق والسداد لجميع زمين أمير وتحياتنا لك وتحياتنا لضيفك الكريم وإن شاء الله نتواصل معكم باعتبار القبولات لا زالت مستمرة باعتبار مثل ما ذكرت قبل قليل بعض الطلبة يلجأون إلى الموازي ولكن الخطوات لبداية عام دراسي جديد بدأت من اليوم إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع وشكرا جزيلا لكم لنقل هذه الأجواء شكرا يا زمين أمير